على قمة جبل جرجورا بولاية زيوز شرقية الجزائر تقع بلدة بني أشهر بلدة لصناعة الحلي والتي اعتادت على احتضان فعاليات عيد الفضة بهذه البلدة كل عام وهي فرصة لعرض أجمل القطع من مجوهرات الفضة ومناسبة تجمع عشرات زحيرفيين وبخبرة تجاوزت ثلاثة عقود تعلم ناصر أحد أشهر صانع الفضة في المنطقة الحرفة على يد والده خدمت حتى الربعة خمسة كيلو في الشهر وحنا الفضة عنا تسعمية وخمسين ميليام ونخدموه ونزيدو لهذا المرجان هذه العقدة دير ثلاثمية وعشرين ثلاثمية وثلاثين قرام وسمتها دير تراوح بين ألف دولار و ألف ومائتين دولار وتتحول القرية إلى قبلة لمحب الفضة وتشكل فرصة لشراء هذه الحلي بزخرفتها و ألوانها و رموزها الأمازيغية أنا هذه طيقة على الفضة نلقاها غير هنا والخدمة والإبداع هنا لإبداة الفضة و أنا لزيد القتال هنا نفسي بقى في الإبداع وعصنانات هذا الحلي ودون نسيان ذكر الأسعاد المعقولة ويسعى القائمون على أكبر تجمع لحرفي الفضة في الجزيرة لتثمين الإرتي الثقافي وتصنيفها ضمن التراث العالمي عبر منظمة اليونسكو من أهمية الفضة هي من مطالب الأولية الرئيسية من منظمين الحفل من أجل تصنيف فضة أثياني في التراث العالمي تحت رعاية اليونسكو تظاهرة الفضة السنوية في نسختها السابعة عشر تمثل تجديدا لموروط صناعة الفضة وتاريخه الذي يعود لمئات السنين تشتهر صناعة الفضة في الجزيرة بقرية بنيني بولاية زيو الزحيت يتفنن الحرفيون في سهر حليب يتميز بالجمال والصلابة والدقة تتزيان به المرأة الأمازيغية بل باتت مجاهرة الفضة هنا منافسا للدهب محمد جرادة المشهد قرية بنيني بولاية زيو الزو شرقية الجزائر